بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلق من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتغون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرة وجهرة ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضون فقد كذبوا بالحق لما داءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم يمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا واجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليه كتابا في قرقاص فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملكا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا إنظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهما يلبسون ولقد استمزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليبمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهير وهو السميع العميم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشبثين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عن يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المدين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ها إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشرثون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فأولا يمنون ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكنوا فتنتهم إلا أقول قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقروا وفي آذانهم وقرار وإن يرون لآية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو تري إذ وقفوا على النير فقالوا يا ليتما نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يفترون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو تري إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا داءتهم الساعة بغتتهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعن وله ولدىهم آخرة خير للذين يتقون أفلا يعقون قد نعلم إن أول يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحلون ولقد كذبت أسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوزوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراب فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على المدى فلا تكن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعوه والموت يبعثون الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية قل إن الله قادر على أن نزل آية ولكن أكسرا لا يعلم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبطوا في الظلمات من يشأ إلا هو مذل ومن يشأ يدعموا على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله فدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشرفون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذا أمم باسنا تضرعون ولكن قسط قلوبهم وزيّلهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما زكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبنسون فقط عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسلون عذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم غيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يطاقون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم شيء فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستدين سبيل المجرمين قل إني نهيب أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أموالكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عندي ما تستعدلون به إن الحكم إلا لله يطب الحق وهو خير الفاصدين قل لو أن عندي ما تستعدلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالمهير ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما قلت تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم له توفك لرسلنا وهم لا ينفرقون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وقفية لإن أنزيتنا من هذه للكونا لمن الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضا باس دعوة انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقرون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما إن وسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم شيء ولات ذكر لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوقظ منا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا له شراب حميم وعذاب أليم بما كانوا يتقون قل أنبعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضعنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلمة لرب العالمين وعن أقيموا الصلاة والتقون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله المعق يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة لإني أريك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموكمين فلما دن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال إن لم يهدري ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغتهم قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قول إني بريء مما تشركون إني ودهت ودهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجدهم قوله قال أتحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرككم ولا تخافون أنكم أشركوا بالله ما لم يزره عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إنكم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لهم إسحاف ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارو وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحر وعيسي وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويوسف وليوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عن ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكتر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكيفرين أولئك الذين هدى الله فبعداه مقتده كن لا أسألكم عليه أجراً إنه وإلا ذكرين العالمين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويكفون كثيراً وعلمكم ما لم تعلموا أنكم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خربهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون ومن أظلم ممن افتري على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولن يوحى إليه شيء ومن قال سنوزل مثل ما أنزل الله ولو ترئب الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسفوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب المون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جيتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنهم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأناكم فكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والخمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقل ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفطرون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها قنوان دامية وجنات أعناب والسيثون والرمان محتبها وغير مكشابه انظروا إلى سنعه إذا أسمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا الله شركاء الجن وخلقاً وقرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبكم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرف وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زيننا لكل أمة عملا ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدته وأبصارا كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذر في تغيان يعمل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثر مميجها وكذلك جعلنا بكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعضهم زخرف القول غنورا ولو شاء ربك ما فعلون فذرهم وما يفكرون ولتصغى إليه أفتدة الذين لا يميون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتأي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنهم منزلوا من ربك بالحق فلا تكونن من المترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مفدد كلماته وهو السميع العليم وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر أسم الله عليه إن كوتوا بآياته من دين وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر أسم الله عليه وقال قص لكم ما حرم عليكم إلا نذكركم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادئوهم وإن أطعتمهم إنكم لمشرفون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا لهم نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زمد بالكيفرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا داءت الآية قالوا لهم من حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أدرهم صراعا عند الله وعذابا شديد بما كانوا ينقون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرا للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدرا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الربس على الذين لا يمون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهولهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشرين لقد استكسرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استلتع بعضنا ببعض وبلغنا أدلنا الذي أدلت لنا قال النار مسواك الفالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك المولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسدون يا معشر الجن والإنس ألم ياتئ رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويوذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنه كانوا كيفرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظل وأقلها غافلون ولكل درجات مما عملوه وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغنيم ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلق من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما كوا علون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتك إني عامل وسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدين إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا بشركائنا فما كان بشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان بالله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زيّل لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليربوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفتمون وقالوا هذه أنعام وحرص حذر لا يضعرها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حر من الظهورها وأنعام حر من الظهورها وأنعام حر من الظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بكون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزوادنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله والضل وما كانوا مكتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من سمري إذا أسمر وآدوا حقا يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاء كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سمانية أزواه من الضال اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الموسيين أم ما اجتملت عليه أرحام الموسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقل اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الموسيين أم ما اجتملت علي أرحام الموسيين أم كنتم شهدائز والصادقين الله بهذا فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليظل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على يطاع يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسقوحا أو لحمة في زيري فإن أوربس أو فسقا أملا لغير اللابد فمن اضطر غير باغ ولا عاج فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين آذوا حرمناك الذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شخنهما إلا ما حمل الظلم أو الحوايا أو ما اختلط بعضه ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادق فإن كذبوك فقل ربكم فرحمة واسعة ولا يرد باسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا ملمان إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحدة البالغة فلو شاء لهذاك أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يمون بالآخرة وذين بربهم يعدلون قل تعالوا أجل ما حرم ربكم عليكم ألا تشبكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إلا قنحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم واصاطموا به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبالغ أشده وأوخ الكيل والميزان بالقسطة لا نتلف نفسا إلا أسعى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفن ذلكم واصاطموا به لعلكم تتذكرون وأما ذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصغل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم واصاطموا به لعلكم تتكون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يومون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رأسكم فغافرين أو تقولوا لو أن أمزل علينا الكتاب لكم ما أهدى منهم وقد جاءت بيينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون فلينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إما منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستمعهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئوا بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بثاوهم لا يغلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما بلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومناتي بالله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخره ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض من درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر